ينضم إلينا من دهوك دكتور هشام يوسف بيزيد استشاري الأمراض الانتقالية والمناعية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور هشام فعلا إلى أي حد الآن هناك مخاوف من انتشار الأوبئة في ليبيا نظرا للوضع القائم وانتشار الجثث التي لم تنتشل حتى الساعة وكيف من الممكن التخفيف من حدة ذلك أو تداركه نعم شكرا على استضافة الأعاصير لحد ذاتها والفيضانات المصاحبة لهذه الأعاصير تعتبر من الكوارث الشائعة وهذه الفيضانات الشديدة دائما تكون مصحوبة بعدد كبير من خسائر عدد كبير بالأرواح وعدد كبير من جرحة والتشرط بالليبئات الآلاف من السكان إلى مناطق غير صحية وكذلك تكون مصحوبة بانعدام الوقاية الصحية وأنظمة الصرف الصحي هذا من من يؤدي إلى سرعة في انتشار الأمراض هناك أعداد كبيرة من الأمراض التي سوف قد تظهر خلال الأيام القادمة للمصابين بكارثة درنا وهذه الأمراض تكون على أربع مجامية أولا الأمراض الإسهالية أو أمراض الإسهال ثانيا الأمراض المتبعة لناقلات أخرى التي تنقلها عن طريق البعوض مثل الملانيا والجرذان وكذلك أمراض الجهاز التنفسي لاكتظاث عدد كبير من السكان في مناطق معينة والأمراض الجلدية وأمراض سوء التغذية وتكون هنا نسبة الأطفال والكبيرين المتقدمين بالعمر من المصابين أكثر بالإضافة إلى الصدمة النفسية القوية التي قد تكون ظاهرة الآن على عدد كبير من المعرضين لهذه الفيضانات وهذه الكارثة في درنا دكتور هشام أيضا كنت سألت إذا ما كان هناك أي طريقة للتخفيف من حدة هذه التداعيات هل الآن من الممكن القيام بإعطاء نوع من الأدوية أو من اللقاحات بشكل استباقي قبل أن تنتشر الأوبئة بشكل واضح وتضرب المواطنين أو حتى اللجان ومن يقومون بأعمال المساعدة نعم من الإجراءات المهمة التي يجب اتباعها الآن لمنع هذا الانتشار الواسع لهذه الأمراض التي قد تكون أمراض خطرة مثل الكوليرا ومثل الملاريا وحب الظنك وغيرها توفير السعافات الأولية إلى المناطق المنكومة بأي طريقة كانت وتقديم الرعاية الصحية وتقديم المياه الصالحة للشرب وبالإضافة إلى ذلك النقطة المهمة هي الإنذار المبكر للأمراض التي قد تنتشر والإجراءات المتبعة بعد ذلك وتحديد هذه الأمراض وتقديم الأدوية اللازمة وكذلك للمصابين حيث هناك إمكانية انتشار مرض القزاز للمصابين أو الجرحة وكذلك تفعيل الأنظمة المجتمعية لتقديم الخدمات الطبية بصورة مستعجلة سواء هذه الخدمات قد تكون من المنظمات الصحية لبلد مثل منظمة الصليب الأحمر أو المساعدات الأخرى المسرعة من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة الصليب الأحمر الدولي وبقية منظمات الصحة الدولية كان هناك تحذيرات للجنة الدولية للصليب الأحمر من خطورة التلوث بالأسلحة الحربية كيف هي هذه النوعية من التلوث تكون وكيف تنعكس فعليا على صحة الإنسان طبعا التلوث بالأسلحة حدثت في عديد من الدول ومن البلدان وقد تحدث الآن أيضا بعد هذه الفيضانات العارمة في درنا بسبب انجراف عدد كبير من هذه الأسلحة وتلوث التربة والمياه بالمواد الكيميائية الموجودة في هذه الأسلحة وهذه قد تؤدي إلى انتشار أمراض عديدة منها انتشار أمراض الجهاز التنفسي وفي القريب العاجل الأمراض الجلدية الأخرى التي قد تكون بصورة متماسة مع هؤلاء الأشخاص طيب ذكرت بأن هناك ربما إجراءات إسعافية أدوية إسعافية من اللجان الطبية تابعة ربما للهلال الأحمر في ليبيا لتجنب خطورة هذه الأمراض بما يخص هذا الموضوع والتلوث بالأسلحة الحربية هل أيضا هناك نوع من التدابير الوقائية أو الطبية من الممكن القيام بها؟ من الأمراض الكثيرة والشائعة في خلال هذه الكوارثة الطبيعية هي الإسهال نتيجة تلوث المياه وأنظمة الصرف الصحي لذلك يجب توفير كل الشروط اللازمة لتزويد هؤلاء النازحين بالمياه الصالحة للشرب ومنع انتشار الأمراض الإسهالي البكتيرية والفيروسية وأمراض الكوليرا فهؤلاء يحتاجون إلى رعاية صحية بتزويدهم بمياه نظيفة وكذلك الأدوية اللازمة لمنع حدوث وانتشار الإصابات الإسهالي البكتيرية والفيروسية أو انتشار أمراض الكوليرا بالإضافة إلى ذلك يجب إجراء الوقاية لمنع انتشار البعوض المسبب للملانية بسبب المياه الراكدة وكذلك تزايد عدد الفئران والجرذان الناقلة للعديد من الأمراض الخطيرة بسبب تراكم الجثث واقتضاد السكان في منطقة واحدة واقترابهم من هذه الجرذان والفئران من دهوك كنت معنا دكتور هشام يوسف بيزيد استشاري الأمراض الانتقالية والمناعية شكرا جزيلا لك لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات